انا امي يصوم انا اصوم وانا عايزة اتزلل انا بطرق كل شيء وبعيش في صلاة يعني انا وقت الصيام ده بيبقى وقت صلاة بالنسبالي وقت بسمع فيه اكتر من ربنا بقت انا بقرف فيه علشان ايماني يكبر وبيجي بانكسار شديد امام الله بيبقى وقت مختلف مش وقت ان انا بقى متنرفزة فيه وكل ما حد يتكلمني اقول له اللهم انني صايم ووسع والخناقات اللي بتبقى مش طبيعية في وقت ما قبل الفطار يعني ده بيعمل علامة استفهام كبيرة قوي في دافع الصوم بالنسبة للمؤمن ودافع المسيحي وما دافع الصوم بالنسبة للمسلم الصوم في المسيحية مختلف تماما عن الصوم في الاسلام الصوم في المسيحية انا فيه بعض ما كان بيصوموا بيقولك ويصلوا حل الروح القدس عليهم حصلت معجزات الروح القدس كلمهم الروح ربنا فهما بيسمعوا صوت ربنا بشكل اوضح افرزوا لي شاور وبرنابة فبالتالي انا بسمع صوت ربنا في الوقت دهوات انا ببني ايماني انا بكبر روحيا انا مش ببقى قعدة عابسة الوجه وكل ما حد يكلمني يقول له انا صايمة واعد اتنرفز واتخانق واعد اكل بالزيادة علشان اعرف اسند اليوم اللي بعده طب فين فكرة الصيام يعني فكرة الصيام بالنسبة للإسلام هي فكرة غير موجودة هي نوع من الفرائق فريضة موسيقى